السلام عليكم أصدقائي المتابعين ياهلا ومرحبا فيكم اليوم عندي خبرين خبر حلو وخبر سيء لعشاق كرة السلة عن خسارة المنتخب السوري بتصفية كأس أسيا 2025 في السعودية أمام المنتخب اللبناني والموضوع الثاني يا شباب موضوع كتير حلو عن جد شهاني أعمل فيديو عن هذا اللعب المحترم والحارس المتقلق مع المنتخب السوري الكابتن أحمد مدنية وده عقد احترافي خيالي مع مين؟ مع واحد من أعرق الأندي العربية الفيصالي الأردن وعلى فقر يا شباب من النوادر أنك تشوف حارس عم يحترف برات الدوري السوري حسب متابعتي للرياضة السورية على مدار السنوات الطويلة يعني قد يكون محمد بيروتي وخالد حاج عثمان وحاليا أحمد مدنية من حراسة اللي احترفوا خارجا إذا أنا غلطان صح حولي بخصوص الكابتن محمد بيروتي ولكن خالد حاج عثمان لا احترف بالدوري السعودي إذا عادوا بك المحتوى نحطان لعك للفيديو واشترك بالقناة وفعل زر الجرس وحطوا على خيار الكل عشان دائما توصلك الفيديوهات والبس المباشر وبعد ما تشوف في الفيديو للنهاية اكتب تعليق حلو خلينا مع بعضنا نكبر ونوصل إلى 100 ألف صديق على يوتيوب فإذن يا شباب خلينا نبدأ بالخبر الأول اللي مزعج متل ما حكينا بمقدمة الفيديو خسارة المنتخب السوري أمام المنتخب اللبناني القوي والناقص عدديا طبعا مو هذا المنتخب اللبناني بكامل نجومه في عنده إصابات في عنده غيابات ولكن المبدع والمتألق واللي بحبه أنا والعرق جي كان موجود وعمل العجايب بالمنتخب السوري وطبعا المباراة انتهت يا شباب لصالح المنتخب اللبناني 87 ما نو 70 خسارة على أرض كل جمهورة كتير مزعجة نتمنى من الاتحاد السوري قدر الإمكاني يهتم بالمنتخب أنا بحس فيه فيه أهمال في صراحة دائما بتشوف اللاعبين الأجانب أو اللاعبين المجنسين ما بعض فيه مشكلة يعني صح فيه تطور بالدوري فيه مشاكل تحكمية بالدوري ولكن الدوري تحس مستوه أقوى من المنتخب السوري فهذا بتمنى أنه يكون فيه استقرار يعني على فترات الماضية شفنا كذا مدرب من إسبانيا اليوم تعمدوا على المدرسة الأرجنتينية ومثل ما حكيت يا شباب كان فيه نجم بالمنتخب اللبناني والعرقجي كمان كان فيه عنها نجم نجم متألق وقد يكون قمر بصراحة بيه المباراة بيدال أطلي اللي قدم مستوى أكتر من رؤية وحتى المحترف أو المجنس اللي جوابوه كمان من اللاعبين الجيدين واللي حركوا المباراة طبعا منتخبنا كان متأخر بفارق 25 نقطة وصل للسكور الرابع وصل الفارق لتسع نقاط يعني كنا نتمنى النفس بالفوز بتمنى قدر الإمكان يا اتحاد كرة السلة إنه المباراة اللي على أرضك حاول لا تخسرها عن جد لأن تخسرها على أرضك حرام هذا الشي حرام بمعناها رياضية يعني ولكن شوفوا بالنسبة لكرة القدم حلم أنك تلعب على أرضك وبين جمهورك فاليومي شوفت الصالة شوفت التنظيم شيء احترافي وجميل إلا النقل التلفزيوني دائما أنا رح أحكي على النقل التلفزيوني بصراحة ونحن عم تابعا على الموبايل أو على الشاشة بتحسي عتمة في عتمة هذا من شو لا إنارة الصالة ممتازة حيث بما نشنا من الصور الإنارة على مواصفة الدولية ولكن الكاميرات الموجودة بالتلفزيون العربي السوري واحدة من أقدم التلفزيونات ولكن ما عندهم معدات خاصة أو معدات حديثة بهالحالة شو لازم تعملوا لأنه غلا منقولي على كذا محطة محطة الأرضية السورية محط بي سي بي اين سبورتز فتمنى تكون الدقة أوضح وحتى من ناحية الإخراج كان فيه أخطاء إخراجية يعني اللقطات الأكثر من رأي يعني اللقطات الحلوية ما كانت تنعاد في مشكلة هالمرة شو لازم تعملوا يا شباب أنا أكيد ما بعلم حدا الشغل ولكن اختراحات استعين بصديق استعين بتلفزيون اللبناني وتوصل معه عبر وزارة الإعلام بدنا عربة نقل لا تنقلنا هالمباراة مع المخرجين مع المعدين مع الكاميرات عربة نقل كاملة لننقل الصورة الحضارية عن صالة الفيحاء وبالفعل يعني شي كان حلو تنظيم الجماهيد من كل أدية كان موجود في تشجيع حلو فإلا هاي النقطة كانت تلبية بصراحة خلينا أحكي بالموضوع الثاني والأهم بصراحة عن تعاقد نادي الفيصلي الأردني مع حارس منتخبنا الأول أحمد مدنية الاسم اللي بصراحة صار تريند على سوشال ميديا بكأس أسيا وأنقذ المنتخب السوري من أهداف كتيرة بيتقلقه بيابداعه بيتصديه لطابات عديدة كان المنتخب الإيراني أوزباكستاني أستراليا وحتى الهندي نادي الفيصلي الأردني التأسس بعام 1932 وخلينا نشوف شو ألقابه شو أرقامه شو إنجازات هذا النادي اللهم صلي على سيدنا محمد يا شباب حدث ولا حرج العديد والعديد من البطولات والأرقام القياسية بطلا للدوري الأردني 35 مرة بتاريخه من يوم التأسيسه بعم 1932 كأس الأردن 21 مرة الدرع الاتحاد الأردني 9 مرات كأس السوبر الأردني 17 مرة والأهم أنا بعبدها البطولتين الأهم بتاريخ النادي هذا وجهة نظري طبعا هنا عشاق النادي عندهم وجهة نظر خاصة فيهم مرتين بطل كأس الاتحاد الأسعوي اللهم صلي على سيدنا محمد يعني ينعد من الأندية القوية من كان من الوطن العربي أو بالقرى الأسعوية طبعا نادي الفيصري قبل ما يسموه نادي الفيصري باسمه الحالي كان اسمه كشافة فصراحة يعني مثل ما حكينا يا شباب نقلة نوعية للكابتن أحمد المدنية لانتقاله للدوري الأردني وحتى الدوري الأردني يعد من الدوريات المميزة بالمنطقة العربية وحتى بآسيا في تطور بآخر السنوات الماضية بالكرة الأردنية إن كان على صعيد الدوري على صعيد المنتخبات وحتى بعض اللعبين المميزين منهم موسى التعمري بدوري الفرنسي وباقي اللعبين بدوري العراقي ودوري القطري فكل هالشي يا شباب من فوائد كاس أمم آسيا تخيل أنت يعني تأهلت لأول مرة لدور 16 وانصدمت مع مدخب إيران تخيل أنت لو فزت على إيران وتأهلت لربع نهاي قد يكون العروض أقوى قد تكون العروض أكثر للعبين السوريين شفنا أيها موسو انتقل لدوري الإسباني مع قادش شفنا إبراهيم هيصار اللي كان موجود بسوريا زيارة طبعا وانتقل لدوري الإيراني مع نادي فولاذ وحتى المفاوضات اللي ما استكملت مع نادي الزعمالك بخصوص محمود الأسود فهذا غير من فايد فمجرد بصيص أمل للكرة السورية أو للمنتخب السوري أعمل شيء بكأس آسيا تأهل لدوري الثاني فشفنا العروض وحتى ب2018 بتصفية كأس العالم 2020 كان في مباراة قوية مباراة جميلة وصلنا لحافة كأس العالم لشوي صفنا العروض والعروض العديدة اللي اجت لها اللاعبين المحلين وكمان ما ننسى سائر كروما اللي احترف بدوري الهندي فهذا غير من فايد يا شباب ان شاء الله دائما نشوف هيك أخبار كويسة عن لعبيننا عن المحترفين وكمان بتمنى يهتموا قدر الإمكان للدوري السوري هذا فيديو اليوم ان شاء الله هنا عجبكم يا شباب تظلوا بخير السلام عليكم ورحمة الله